مطلوب من هنا يقول اكتب برنامجا لحساب مضروب الفكتوريال رقم صحيح تعالوا مع كوك بيزيك ونبدأ نكتب برنامج كذلك طبعا برنامج هذا بسط جدا سنأتي هنا نقول له ونحن عارفين مضروب خمسة وعبارة عن خمسة فاربعة في ثلاثة في اثنين في واحد أو العكس واحد في ثلاثة في اثنين في ثلاثة في اثنين في خمسة فان هنا هجا اقول له sum او فاكت توريال بيسوي 0 طبعا في الاول هنقول له cls ونقول له input ونكتب له رسالة هنقول له enter the number ونسمي n هنا هنسمي فاكتوريال 0 وهنيجي هنا نقول له do for i تساوي 1 to n وهنا next for next i وهنيجي هنا نقول له ان فاكتوريال بتساوي فاكتوريال في اي تعالوا كده نشوف دي كده مع بعض هو اللي حصل لان انا قلت له دخل الرقم n وبعدنا يقول له فاكتوريال بيسوي 0 ويقول له غير لي i من واحد لان وكل مرة يقول فاكتوريال زي ما هنقول لسامبي يسوي سام زائد كذا عشان نجمع حان نضرب في بعضها هنقول له فاكتوريال بيسوي فاكتوريال في اي بس هنا في مشكلة ان فاكتوريال بزيرو زي يصنب equal zero هناك ولكن هذا الكلام خطأ لان كده زيرو في اي حاجة دائما بزيرو يبقى لازم فاكتوريال القيمة الابتدائية بتاعتها تكون بواحد بعد ما خلصنا كده هنطبع القيمة بتاعتنا هنقول له فاكتوريال وفاصلة منقوطة زي ما هنعارفين طبعا وهنكتب له ال n وكمان فاصلة منقوطة هنقفل ال cos equal وفاصلة منقوطة هنكتب له بقى قيمة الفاكتوريال هنطبق البرنامج ده هندوس F5 قال لي enter the number هنقول له 5 طبعا لفاكتوريال 5 equal 120 ممكن نشغله مرة ثانية نقول له 10 فاكتوريال 10 كبير جدا 3 مليون ومش عارف كم طبعا واضح ان ده برنامج ظريف جدا هنحفظه باسم عاطف 14 دلوقتي عايزين نعمل برنامج غريب شوية ازاي ان هو غريب بيقول اكتب برنامجا لحساب قيمة بجيب زاوية حتى دقة خمسة ارقام عشرية وقم بمقارنة هذه القيمة بالقيمة التي يتم حسابها بالدلق الجهاز هنشوف ازاي نعمل 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 هنهج نعمل 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 ثم داخل في داخل نعمل نعمل في انتهاء الحل بسيط جدا الحل بسيط جدا نحسب كل ترم الوحد ونجمعه في متغير اسمه أو سين اكس يبقى لازم نحسب كل ترم من دول ونبدأ نجمعه حتى نحسب كل ترم من دول سنأخذ الاكس واول ترم هبقى الاكس اكس اسوان على مضروب واحد اكس اسوان على مضروب ثلاثة اكس اسو خمسة على مضروب خمسة وكل مرة هو عايز لغاية دقة خمس ارقام عشرية سنرى الترمي اللي انا هضيفه او هطراحه ده لو هو اصغر من واحد من مئة الف يعني بعد الخانة الخمسة يبقى مش هيأثر معايا في الحساب يبقى وقف الحسابات تعالى نشوف مع بعض الكلام ده يبقى اول حاجة محتاجين ان احنا نبدأ ناخد الاي بواحد وهنحسب حاجة اسمها اكس بي اللي هي اكس باور هي بتساوي اكس اص اي طبعا الاي دي ده طبعا اي دي ده طبعا بثلاثة بخمسة بسبعة طبعا عايزين نحسب فكتوريال اي سهلة جدا لسه عمين برنامج من شوية طبعا ممكن نسايف ده طبعا اي ده طبعا اي ونفتح البرنامج اللي هو عاطفة اربعتاشر وناخد منه الحتة اللي احنا عايزينها بس مرجعنا البرنامج بتاعنا ونحطها هنا يبقى الفكتوريال بيساوي واحد طبعا ما ينفعش دب اي ولي فوق اي هنا اقوله جي مثلا من واحد لا اي وهنا دي ينفيه جي يبقى هو اخد بالك معادي هنا كده انا فردت ان الاي بواحد وهنا هقوله اكس باور بتساوي اكس قص اي وهنا حسبة الفكتوريال اي طبعا هنا بقى الترم كله على بعضه هيساوي اكس باور على فكتوريال طبعا لسه الاشارة الاشارة دي ممكن ان احنا نجيبها ازاي تعالوا مع بعض نشوف كده الترم الاولاني ترم الثالث إشارته سالب ترم الخامس اشارته موجب ترم السابع إشارته سالب لو طرحت واحد من القسم هنجي دي تبعا 2 وهنجي طبعا 4 وهنجي طبعا 6 وانجي طبعا 2 هنجي طبعا 2 ثلاثة اربعة يبقى الباور لو طرحت منه واحد وقسمته على اثنين لو الاشارة السالبة هي ديني رقم فردي يعني ثلاثة نقس واحد على اثنين تدي واحد وخمسة نقس واحد على اثنين تدي اثنين يبقى انا ممكن انا نقول الكلام ده مضروف فيه مينس وان باور باور كام باور اي ناقس واحد على اثنين واضح لهاته دين لما اي بتلاته هي بتلاته ناقس واحد على اثنين معناه يدي واحد ناقس واحد اس واحد يقوم مينة باستقبل هنلازم نسمى هنا فوق كده حاجة اسمها سم بزيرو وهنقه هنا نقوله ان سم بتساوي سم زائد الترم بتاعنا طب و بعدين ده هو كد حسب ترمو واحد عايزه بقى يزود الباور تلاء اتنين كمان ويرجع لي الى الجملة عشرة بعيزه وبيخش الاي بواحد يحسب ال اكس باور والفكتوريال بتاعها ويحسب الترمو يضيفه يزود الاي اتنين يعني تبقى تلاتة ويرجع يحسب اكس اوس تلاتة وفكتوريال تلاتة ويحسب الترمو يجمعه ما زي ما قلنا ده كده هيبى برنامج لا متانية طب ايه الحل الحل ان احنا هنعمل كونديشن دلوقتي هنقوله اف الترم اكبر من واحد اي ناقص خمسة ذن جوتو عشر يعني لو ترمي لانا حسبه اكتر من الخانة الخمسة يبدأ ده هيأثر في ال اكيرس يبدأ لازم ايه احسبه طبعا ما ينفعش اقول ترم بس لان دي فهم مشكلة ان الترم ده ممكن يكون ترم سالب يعني مثلا الترم ده لو حسبته طلع مثلا بسالب نص هل سالب نص ايه بما ينفعش سالب نص مش اكبر فمش يرجع ما اننا عايزه يشوف الترم الابسوليوت بتاعه ايه بقى اكتب له هنا ده اللي اسمعه ابسوليوت اقول له لو الابسوليوت بتاع الترم ده بدون اشارة اكبر من واحد من مئة الف يبدأ يروح لجملة عشرة وابدأ يكملي وانا طبعا ببساطة جدا خلصت المسألة ان انا اقول له برينت لو بعد ما يخلص اللفة دي هيكون حسب لي هقول له بصين ثيتا هيساوي وي نكتب له قيمة الصم واحد يقول لي بس احنا عايزين نكتب القيمة الصحيحة سهلا ما قيمة الصحيحة دي ممكن نعملها ان احنا بدلا ما نكتب لنا الصم يحسب لنا الصين مش صين سيتا صين اكس صين اكس طب تعالي نشوف مع بعض كده نشغل البرنامج ده طبعا فيه نكتب اي مفروض طبعا بدي نكتب جي وميزة طبعا كوك بيزك ان هو بالديني لو فيه خطأ يقول لي عليه ان شغل اف خمسة قال اللي دخل الانجل هدخله بتلاتين صين تلاتين بوينت خمسة زيرو زيرو وان ايت طبعا واحد يقول لي ده صين تلاتين احنا كنا نعرفين نها بنص اقول لك مصلي فيه مشكلة تقول لي ده حتى لما حسب صين تخد بالك انا هنا حسب صين تلاتين بالبرنامج بتاعنا والاجابة التانية هي صين تلاتين اجزاكت يعني ممكن هنا نضيف كمان حتة كده ونكتب له اجزاكت عشان نفرق من بين الاتنين نيجي نشغل كده يا جماعة هنيجي نلاقي ان الانجل لو قلنا له تلاتين هيتطلع عليه الاجزاكت والصين العادية مش بنص طبعا دي نتجة عن ايه نتجة ان القيمة بي اصلا مش بـ 22 على سراحة طبعا عايزين نحسب القيمة بي المزبوطة نحسبها ازاي تعالوا مع بعض نرجع كده نعمل حاجة بسيطة جدا خد بالك معي احنا لو حبينا نحسب تان خمسة واربعين تان خمسة واربعين هتطلع بكام بواحد بس نعرف ان الكمبيوتر لا يعمل بالتقدير الديجري يعمل بالرادين طبعا الخمسة واربعين دي يعني كام يعني باي على اربعة يبص تان باي على اربعة بتساوي واحد طبعا لو خدنا التان مينس وان للطرفين لو خدنا التان مينس وان للطرفين مش هنكتشف ان باي على اربعة بتساوي تان مينس وان الواحد طيب لو عايزين نجيب كلمة الباي مش ممكن بسهول ان احنا نقول ان الباي بتساوي اربعة في تان مينس وان واحد ودي زي ما بقول قيمة اجزاكت وده اللي احنا نحسبه في البرنامج بتاعنا عشان نحسب كم تل باي مش هنحسب اثنين عشان على سبعة هنحسب اثنين اربعة في تان مينس وان وان تعالوا كده نشوف كده لو حسبنا الباي هنا مساحنا الكلام ده وان اربعة في تان مينس وان دي اكتبها ازاي في ده اللي اسمها اتن اللي هي تان مينس وان تعالوا كده نشغل البرنامج بتاعنا نقول له ازاوي تلاتين رحمة الله حالي بنص بالزبط طبعا واضح ان كده البرنامج بتاعنا مزبوط الصين المحسوبة بالبرنامج والصين الاكزاكت طبعا طلعين زي بعض واضح ان البرنامج ده انا اشتغلت عليه وعملت هنا condition عشان اوقف الاستمرارية بتاع البرنامج انهي البرنامج في عندنا حتة مهمة جدا عايزين نشوفها اللي هي بقى الجمل التكرارية الشرطية الجمل التكرارية الشرطية تعالوا نشوفها مع بعض كده لو جينا بصين على الجمل التكرارية المشروطة اللي هي conditional loop statement هلاقي في عندنا نوعين في الكوك بيزيك من الجمل الشرطية التكرارية اللي هي المشروطة في عندنا بنقوله do loop until وعدين شرط الانتهاء يعني بقوله قرار للجمل اللي هنا حتى يتحقق شرط الانتهاء وممكن اقوله برضو do loop while يعني كرر لي لغاية ما طالما ان شرط الاستمرار ده موجود معنا طبعا ممكن بردنامج هنا هاقلو do loop until لغاية لغاية ايه ممكن اقوله while وممكن اقوله until ما لو قلتنه while هاقلو كرر بينما بينما ابسوليوت الترم اكبر من واحد من مية وممكن لو عايز اعمل هالو ممكن نقوله ادي اكتبه تانية اكتبه تحتية عشان نقارب ما بينهم هاقلو do loop until لغاية الابسوليوت ده ما يبقى اصغر من واحد من مية الاثنين هاقدوا نفس الغرض تسيف ده تسيف ده انت هنا بتقوله كرر طالما ان الابسوليوت بتاع الترم اكبر من واحد من مية الف وهنا بتقوله كرر لغاية الابسوليوت بتاع الترم ما يبقى اصغر من واحد من مية الف تعالوا كده نشغل البرنامج بتاعنا هنقوله 30 رح ساب لليسين 30 بنص والكلام بسيط جدا وسهل عايزين نخش مع بعض في حاجة تانية مهمة جدا استخدام ملفات للقراء او الكتابة احنا كل برامج العمزين برنامج بسيطة جدا كبير زي برنامج بالزبط بتاع ضرب مصرفتين برنامج بتاع محل معادلات واضح ان انا انا بدخل المعادلات لو كنت غلط في رقم هتطر ادخل الارقام من اول وجديد طبعا انا ممكن اخلي بدل ما يقرالي القيم بتاعتي من على الشاشة ممكن اقرالي من ملف يعني نفتح ملف text file واكتب فيه زي ما اعايز وبعدين اخلي البرنامج ياخد ذات بتاعته من الفايل وممكن نفس القصة بدل ما يطلع للنتائج على الشاشة ممكن هو يطلع للنتائج في text file الصيغة بتاعتنا بنقول open وبعدين بنذكر اسم الملف file name وده ممكن يكون اسم صريح وممكن يكون variable فور فور بقى اما هقول input output random binary الغالب اننا نشتغل هما input والout input لو انا اقرأ منه output لو انا اكتب فيه as h1 هذا هو رقم الملف طبعا لو انا افتح ممكن افتح كذا ملف بس مفتح كلهم باسم h1 الاولين هفتح 1 الان 2 3 وليس من الترتيب ممكن اسم 1 10 10 11 حسب ما انا اعايز وفي القراءة input بقوله input 1 وبعدان اسمائي المتغيرات نحن كونا نكتب له input بعدان اسمائي المتغيرات على طول لو انا عايز اقرم الملف رقم واحد اللي سبق اننا فتحت ه بكتب input 1 طبعا لو انت فتح الملف ورقا وعيس اتبع فيه بدلا ما كنت تقول له print كذا بقول print 1 وبيكون فيكما بعد منها بعد الهاش 1 وطبعا بعد ما خلص خلص بقوله close وهاش 1 علشان انهي الملف بتاع تعالوا مع بعض نشوف العملية دي على احد البرامج اللي احنا كنا عملناها ده البرنامج بتاع الاكويشنز عايزين دلوقت ان احنا بدل البرنامج ده تعالوا نشغل البرنامج ده ما شغلنا قبل كده لو تفتكروا قلنا نشغل 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 البرنامج 24 26 22 13 13 49 49 1 1 1 2 سنطلع البرنامج 2 3 1 1 1 1 2 2 3 1 2 2 2 1 2 1 2 3 1 1 1 2 2 1 2 2 2 3 2 1 2 2 3 2 3 تخلي الان دي يقراه من على الشاشة. طيب انا عايز يقراه لي دول كده من ملف سهلة جدا. هاجي هنا اقوله open عاطف one dot text. طبعه ممكن هناك مشكلة في مكانه. ممكن اقول له نوطسين سين ووطسين بك سلاش. يعني عشان يقراه من على الرؤوس سي. خد بالك لو قلت له كده open عاطف one dot text هيقراه من على الفولدر بتاع الكوك بيزيك. لكن كده هيقراه من على الفولدر بتاع السي. هاقول له for input as hash one. يعني اقراه لي عم الملف عاطف one dot text من على السي للقراءة باسم hash one. طبعا هيجي هنا يبضي اقراه لي. طبعا مش لازم بقى ان اقول له قد له جملة ايه دخل الكون لان ده هو هيقراه من ملفه وخلاص. بس هاجي هنا اقول له input hash one. يبقى كده هيقراه من الملف اللي هو hash one. هيحسب حزبانياته ويطلع لي. طبعا انا هجيره في اللقاءة الاخر اقول له close hash one. تعالوا مع بعض نعمل كده. نخش على السي على الroot. وهنعمل الملف جديد. نسميه عاطف one. هنفتحه. وهنكتب فيه الكاميره اللي كتبناها من غير مكتب الان. اللي نفتكر معايا. ان الان دي. انا مديها جملة input عادية. الان اللي هي عادل الاكوشنس بديها جملة input عادية. لكن الاخوشنس بتاعت المعادلات. انا ديها جملة input بالملف. هكتب له الارقام اللي انا كنت بدخلها. طبعا واضح ان انا اغلطت هنا في رقم هارجع اعدله. وطبعا ده اسفل بكتير. خلصت. هحفظ الملف بتاعي ده. واقفله. وممكن يسيقه مفتوح. اظنه مش هامل مشكلة. تعالوا نقره كده. انتر the number of equations. وطوله ثلاثة. راح على طول. راح للملف بتاعنا. وقرى منه الداتا. وحسب لي. واضح طبعا ان عملية القراءة من الملفات وكتابة فيها. مهمة جدا. وخاصة في البرامج الكبيرة. تعالوا مع بعض. نتكلم على موضوع تاني. مهم جدا. الموضوع اللي نتكلم عليه دلوقتي هو الدوال. والبرامج الفرعية. في حالة البرامج الكبيرة. نضطر ان احنا ما نقدرش نعمل برنامج كله مثلا. خمس تلاف سطر. في برنامج واحد. اما ايه الحل. الحل ان احنا بنقسم البرامج بتاعنا. الى اجزاء. اه فرعية. وبننده لكل جزء فرعي. على حده. كل جزء فرعي ده. بيكون بيكون بعملية. معينة. زي بالزبط. اه واحد مثلا. عنده مصنع. هل بيخلي المصنع كله سيح على بعضه. ولا بيخلي في جزء معين. لتصنيع الحتة الفرعية. وهو نفس الكلام. ان احنا هنا عنده برنامج كبير. بنقسمه الى اجزاء. كل جزء بيقدي وظيفة معينة. طب ايه الفرق بين الفنكشن والساب روتين. سواء كان الفنكشن والساب روتين هو بيقدي زي ما قلت وظيفة معينة. الوظيفة ده بتحتاج مدخلات. وفيها معالجة بتتم داخل البرنامج الفرعي ده. وفيه مخرجات. تاني ما نفتكرنا لو نفتكر ان اي جزء في الدنيا هنلاقي مكون من ثلاث حاجات. مدخلات مخرجات معالجة. برضو الفنكشن او الساب روتين هنلاقي فيها نفس القصة. فيه مدخلات وفيه معالجة لجمال الحسابات. وفيه الاخراج. الفنكشن المخرج بيكون رقم واحد بس. وده بيتخزن في اسم الفنكشن. يعني بقوله فنكشن فنكشن نيم. باسم المتغاية اسم المخرج الوحيد. بخزنه في الفنكشن نيم. طيب افرد في عندي كذا مخرج. يبقى لازم اشتغل بساب روتين. لان في الساب روتين بكتب قدامها اسمه المدخلات والمخرجات للبرنامج الفرعي. وده هتبان مع بعض معنا. طيب ايه بقى موضوع المحب استدعي الفنكشن من البرنامج الرئيسي. بكتب له على طول اقول له ايه وان بتساوي فنكشن نيم. وبين كو سين بقول له اسمه المدخلات للدلة. طب المخرج بيتخزن في الفنكشن نيم. طبعا دي عاملة زي الساين. دلة الساين. انا بقول له ايه وان بتساوي ساين بين كو سين اكس. صح? يبقى الساين دي دلة. والاكس هي قيمة المدخل. والمخرج بيروح فيين بيتخزن في الساين. طيب. لكن الساب ر الساب روتين ده بقى لازم اقول له كول. وده له اسم الساب روتين نيم. تعالوا مع بعض ان نعمل خطة بسيطة علشان نفهم بها الكلام ده. هنفتح البرنامج اللي هنلسا عمله من شوية اللي هو بيحسب الساين بتاع الزاوية. طبعا واضح ان انا هنا بحث بالفاكتوريال. بحث ان انا بحث بالفاكتوريال في حتة دي. ده انا ممكن ان نساحه من هنا وعمله فنكشن. ليه لان المخرج هنا واحد. انا بخرج بمين بكلمة فاكتوريال. خد بالك معي. انا هنا هجعمل نيو فانكشن. هسميها فاكتوريال. هنرجع البرنامج الرئيسي. طبعا نرجع من البرنامج الرئيسي الفرعي بادوس F2. يلاقي عندي فيه برنامج رئيسي وفيه برنامج ايه فرعي او فانكشن فرعي. لو رجعت البرنامج الرئيسي هاخده الجزء ده كده. همسحه من هنا. واخش فيه برنامج الفرعي. طبعا ممكن نسمي البرنامج مثلا فاكت مش لازم يكون. وفي اخر جملة هقوله فاكت بتساوي فاكتوريال. يبقى هنا اخد بالك معي اول حاجة. المدخل فيه فاكت اي. يبقى هو الفاكتوريال اسمها فاكت اي. بيخش يعمل ايه? يحط الفاكتوريال بواحد. ويقرر ويحسب لكمية فاكتوريال اللي هي تطلع بكمية الفاكتوريال الثانية. ويخزنها فاكت دي ترجع الى اسم الفاكتوريال بتاعتي. هن若ع البرنامج الرئيسي بتاعنا. ونجي هنا نقول له ان فاكتوريال دي بتساوي فاكت اي. طبعا كده ممكن امال. فاكترة جدا. فاكترة لحساب.hirن فيه فانكشن س же جاهزة. لكن الفاكتوريال. ما هيش جاهزة. طبال كده نحسب كده. هنقوله. سي ثلاثين. رحمة الله حايا دي. الانس برضو. نقبل ان احنا كده عندنا ايه برنامج رئيسي. وي فاكتوريال. طبعا زي ما نشوف في البرامج الكبيرة هلا ان فيه عندنا ممكن يكون فيه عشرين تلاتين ميت سابروتين او فانكشن والبرنامج الرئيس بيكون صغير ووظفته ان هو بيعمل كولنج للبرامج الفرعية من الحاجات المهم في الكويك بيزيك هي التعامل مع المتغيرات الحرفية يمكن الكويك بيزيك بيمتاز عن كثير من اللغات البرمجة ان هو فليكسبل جدا مع المتغيرات الحرفية عشان نميز من المتغير الحرف المتغير الرقمي في الكويك بيزيك المتغير الحرفي بنكتب له في الآخر علامة الدولار سين يبدأ ده معناه ان ده متغير حرفي المتغيرات الحرفية طبعا عشان نكتبها بنحطها بين دول كوتيشن لانها جملة جملة نصية في دول مستخدمة مع المتغيرات الحرفية في حاجة اسمها لالغاء المسافات اللي على شمال المتغير المتغير او لالغاء المسافات اللي على يمين المتغير وفيه لفت ورايت وميد دول لو انا عايز اخد جزء من المتغير وفيه فال عشان يحسب كهمته وسترينج عشان يحول لي المتغير رقمي الى متغير حرفي طبعا عملية على عجالة كده لأ هناخد مثال كده ظريف ونشوف ازاي هنعمله خد بالك معي لو انا قلت له ان اسد بتساوي بين كوتيشن اسد دولار ساين بتساوي بين كوتيشن عاطف ايراكي او فقالتي اوف انجينيريج اخد بالك وانسيب قبلها مسافتين كده او نخليها كده فقالتي اوف انجينيج اخد بالك معي لو هنا قلت له برينت اسد هيتباع لي طبعا انا نكتب له سي ال اس عشان منتوش طبعا لي فقالت اوف انجينيج طبعا اه لو انا عندي هنا انسفتين فاضين في الاول كده هلقي سابلي انسفتين فاضين في الاول طبعا افرض بقى اخد بالك معي انا عايز اطبع اسد وعايز اطبع يلغى المسافات اللي علي الشمال اللي في الشمال يعني هل نشغل كده اه هنا لو اخدت بلنا في مسافتين فاضيين هنا لغى المسافتين فاضين طبع انا نفهم وانسفتين حالا اي موضوع لترم ورايت ريم لو في عندي مسافات فاضية على اليمين تعالوا نشوف اي موضوع انا هنا ممكن اخذ متغير تاني اسمه اي وان دولار سين انا عايز اخد فيه كلمة نلغي متغير حرف المسافات فاضية عايز اخد فيه كلمة اوف بس او فقالتي بس عايز اخد في اي وان ده الفقالتي طب هزاي هقوله بقى خدلي اول الاتنين اربعة ستة سبعة ازاي اخد اقوله اخدلي اول سبع خانات من اسد سهلا هاجه هنا اقول له يعني متغير اي وان دولار سين ده بيسوي الليفت بتاع مين بتاع اسد دولار سين واخدلي اول سبع خانات فيه تعالوا كده نطبع اي وان دولار سين تعالوا ما عادش فيه اه طلعت فقالتي بس طب لو انا عندي عايز اعمل متغير تاني اسمه اي تو دولار سين عايز اخزن فيه كلمة انجينيرينج بس انجينيرينج دي كم خانة واحد نين تلاتة اربعة خمسة ستة سبعة تمانية تسع عشرة حداشر عايزين ناخد اول حداشر خانة من علي يمين يبقى رايت دولار سين اسد برضو دولار سين وحداشر خانة وهنقول له برينت اي تو دولار سين عايزين ناخد اوف من نص اه دي بقى بنعملها بحاجة ده اللي اسمها ميد هنقول له اسري ميد هياخد من اسد مس لازم هنا بقى مش هزكر له عضل الحروف لازم الاول ازكر له العمود اللي هو هايخد منه يعني هنا هايخد من اول العمود تلاتاشر طب تعالى كده ناخد من اول العمود تلاتاشر نقول له خد لي حرفين بس واتبع لنا اي تلاتة اه خد ال اي ان جي لانه خد اه 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 اول ال اي تلاتة دولار سين اه اطبع لي اه كلمة ان جي لانه اه خد لي من العمود طبعا ان جي دي اللي هي في الاخر هنا هنشوفها مع بعض نرجع تاني لبردونج بتاعنا تعال نشوف ايه المشكلة اللي عندنا اه خد بلك معي انا دلوقتي اه انا دلوقتي اه انا اقل له التلاتاشر فهو بيخش على ده لا ده المفروض اقول له المن اول الحرف التاسع خد لي حرف اه اجاب لي لابد ان نلعب من اول الحرف السابع الكل من السابع خد لي عشرة شوف اجاب لي من التلاتاشر طبعا ممكن احنا عن طريق الكلام ده نلعب اللعب كتير كده في الحقيقة نحن ممكن نعمل برنامج زي فايدة كبيرة جدا يوفر علينا وقت ومجهود وده اللي هنعمله معاكم دلوقتي اشتركوا في القناة